وهران عروس البحر الأبيض المتوسط على بعد أيام لاحتضان الألعاب المتوسطية للمرة الثانية بعد دورة عام 1975 رهان رفعته الجزائر لإنجاح هذه التظاهر الدولية بمدينة الثقافة الفن والتاريخ العريق كان مواقع سياحية في بلد وهران المشهورة المعروفة عن دليل عن الناس كما قصر سانتا كروز كما حلبة تيران كما قصر الباي كما مطيقة سد الهواري كان مصارات سياحية خارج ولاية أران خارج البلدية اللي احنا نخدمنا عليها بزاف وحتى قمنا بتكوين تطبيقي لحوالي ثلاثين مرافق سياحي اللي لهم موجودين إن شاء الله في هذه اللي يكونوا مرافقين سياحيين لمختلف الزوار على مستوى الوطني استغلال كل المؤهلات والإمكانيات لاستقطاب زوار الباهية وتعريف بموروثها الثقافي والسياحي لإنجاح هذا العرس المتوسطي نبتخرب وهراء اللي هي كعاصمة الغرب وعروسة الغرب واستطفت من بعد 47 سنة ما عود شفنا البحر الألعاب البحر العضي المتوسط ها عود مجات مجات من باب الواسع تكون فرصة بينسور للجزائر للاحتكاك أكثر بالسياح وزرع التقافة السياحية لدى المواطن الجزائري باش المواطن الجزائري باش تزرع لها هذا التقافة السياحي اللي يقلعها يحتك بالسياح سواء تجيب له السياح سواء تديه البلد السياحي وهران عروس المتوسط لعام 2022 تراحب بزوارها من خلال منتجعات وهياكل ومنشآت فندقية ذات مواصفات عالمية ستحقق من خلالها رؤية مستقبلية للنهوض بالاقتصاد الوطني